السلام عليكم ازيك يا شباب عاملين اه ربكم بخير رسميا شركة جوجل اعلنت عن اجهزتها الجديدة الجوجل بيكسل 9 وال9 برو وال9 برو XL هنتكلم في الفيديو ده عن جهاز الجوجل بيكسل 9 برو XL بما انه اهم هاتف هذه الاجهزة من وجهة نظري فخلينا في الفيديو ده نصلط الضوء على اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية طبعا ما تنساش تدعمنا واشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غير اي تأخير خلينا نبدأ ونشوف مواصفات الجوجل بيكسل 9 برو XL في البداية الجهاز بيجي بواس 221 جرام وصمك 8.5 ملة ظهر من الزجاج وفريم من الالامونيوم وظهر الجهاز محمي بطبقة حماية ومن الامام عندنا الشاشة الالتي باو اليد اللي بتجي بمقاس 6.8 بوصة بتردد 120 هرتز وبضقة 2K وابعاد 29 وكسب البيكسلات 486 بيكسل في كل بوصة تستحز على نسبة 90% من واجهة الجهاز الامامية ترعمل HDR 10 بلاس وبستعبه وصل ل3000 شمعة وعلى طبيعة حماية كورنين جوريلا جلاس فيكتس 2 شاشة ممتازة زوال رؤية والتشبع والالوان الممتازين مش هتلاحظ معاي مشاكل الجهاز طبعا بيجي باندرويد 14 والشركة وعارب بسبع سنين تحدثات نظام مع معالج جوجل تنسور جي فور معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر بتردد 3.1 جيجا هرتز ومعالج رسومات مال جي 715 ليس اقوى معالج موجود حاليا في السوق لكن يعتبر تطور كبير عن الجيل السابق مش هتلاحظ مع مشاكل في الاداء التنقل وتصفح بين التطبيقات وفي الالعاب هيقد بشكل مناسب الجهاز بيجي بعدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 16 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكر التخزين و16 مع 256 و16 مع 512 و16 مع 1 تيرا بايت نجي بعد كده لكاميرات الجهاز الجهاز بيجي بكاميرا خلفية بتلات عدسات الأساسية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7 بترعم الدول بيكسل وبترعم تثبيت الصورة البصري للأو اي اس وبترعم الليزر اوتو فوكس كاميرا التانية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.8 بيريسكوب تيلفوتو بترعم الدول بيكسل بترعم الاو اي اس بترعم خمسة اكس وابتكال زوم كاميرا التالتة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7 التروايد بزاوية 123 درجة بترعم الدول بيكسل كاميرا بصور فيديوهات ايت كيب 30 اطار فور كيب 60 اطار 1080 لحد 120 اطار كاميرا السيلفي رقم غريب شوية 42 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 بترعم الاوتو اتش دي ار والبانوراما وزاوية تعريضة التروايد بصور فيديوهات فور كيب 60 اطار و1080 60 اطار الجهاز بيجيب سماعتين استيريو ولا ادعم انفهة 3.5 ميلي الخاص بسماعات الازن ولا ادعم تركيب كارت زاكرة خارجي لكن الجهاز بيدعم قومة الماء والغبار IP68 ودعم الشريحة الالكترونية الاسم واي فاي سيفن بلوتوس 5.3 جي بيس مزدوك دعم خاصية NFC بصمة الجهاز منبهة في الشاشة من نوع الترسونيك بصمة سريعة ممتازة جدا مش هتلاحز مع مشاكل في الاداء بالنسبة لبطارية الجهاز بطارية الجهاز 5060 ميلي امبير بتريم الشحن السريع 37 واط والشحن اللي سلكي 23 واط والشحن اللي سلكي العكسي 12 واط سعر الجهاز نسخة 128100 دولار نسخة 256100 دولار نسخة 5121320 دولار نسخة 1 تيرة 1550 دولار داكنا اصطرات سريعي لجهاز جوجل بيكسل 9 برو اكسي ال اتمنى فلنها ربي كل فيديو عجبكم لو عندك اي سؤال سوف قناة التعلاقات في النهاية من استشتراك من اشترك في القناة وليك للفيديو دا شفق على خير الفيديو الجاي سلام